حركة طائرات مكثفة يشهدها مدرج مطار رفيق الحرير الدولي إقلاعاً وهبوطاً الزحمة في الخارج والداخل غير اعتيادية ولسيما في صالة الوصول بينما ينتظر عودة أحبائه إلى الوطن وسائح اختار بلاد الأرز لقضاء عطلته الصيفية الحال نفسها تشهدها صالة المغادرة فصفوف السياح المغادرين توحي بموسم سياحي جيد الزحمة أزعجت بعض السياح لكنهم تقبلوا الأمر لكونه يسري على الجميع من دون تميز بين مسافر وسائح ذهاباً وإياباً شوي التأخير في المطار الزخم جاي أحضر حفلة كاظم السار بيت الدين في عجلة أنه كل الطيارة تصب بمكان واحد أنه زحمة في البداية بس مشينة بسرعة يعني أكثر من مليون مسافر وطأوا مطار رفيق الحرير الدولي في شهر تموز بزيادة بلغت 16% عنها في السنة الماضية نحن هاي سيزن بالنسبة لما وقع لبنان ولبنان المغترب أكبر بكتير من اللبنان المقيم كيف إذا في عندك أجانب وأخوي عرب زروة العجلة بتكون تقريباً بشهر حزيران تموز أب هلأ السنة منتد شوي لأيلول وتشرين منعتذر من جميع القادمين نقول لهم أنه هيدا بالنهاية بلدنا بنا نتحمل شوي وخصوصاً من الإخوة العرب يلي بدون يتحملونا بها الفترة لأنه بالنهاية العجلة على كل العربة تكون وكان النائب زياد حواط قد تطرق إلى موضوع الزحمة في جلسة اللجان النيابية الأخيرة المطار بحاجة لتحليص المطار بحاجة لمواكبة العجلة إن كان بالقدوم وإن كان بالزهاب وبحاجة لتوسيع لدينا خطة لتوسعة المطار مجزة إلى سلاسة مراحل أول مرحلة هي بالمبنى الحالي تسهيل وتسريع حركة المسافرين الجزء الثاني وهي مبنى الكارجو القديم مبنى الشحن القديم إعادة تأهيله كمان بيرفع النسبة إلى خمسة مليون بلاس بانتظار ما يسمى الماستر بلين وهو إنشاء تيرمينال جديد يلي هو مبدعياً بيحللنا كل المشكلة ظاهر المشهد ازدحام بالمسافرين وباطنه يوحي بموسم سياحي واعد إلا إذا عكر السياسيون صفوة صفوة